أجبر 12 ناشطاً بيئياً مطار هيثرو في غرب العاصمة لندن على إلغاء عدة رحلات يوم الاثنين بعد أن استلقوا على أرض أحد مدرجاته مشكلين سلسلة بشرية بعد سبع ساعات تمكنت الشرطة من وضع حداً للتظاهر الاحتجاجية وإخلاء المدرج من الناشطين الناشطون الذين ينتمون إلى جمعية بلين ستيوبيد يحتاجون على مخطط توسيع مطار هيثرو الأكثر ازدحاماً في المملكة المتحدة المسؤولون عن إدارة المطار يخططون لإنشاء مدرج ثالث تفوق تكريفته 30 مليار يورو والمدافعون عن البيئة يرون أن التوسيع سيزيد من انبعاثات الكربون المضرة بالبيئة